نجيح تنظيمي، بل كونتر عملت لك شوية مشاكل في هالبطولة ذيكا، لليوم قاعدين قاعدة تابع فيك هكا ولا؟ لتاو كياني ليس قافيك تيكات، الناس اللي تسمع فينا كيد انت فهمتنا عشان، نحكي نحكي على موضوع التطبيع وقتها مع الكيان الصهيوني واتهامات وقتها بالوفد الإسرائيلي وقتها والكلام الإسرائيلي وقتها، شاني نحكي يا وقتها؟ بالطبع، لأنه كانت تظاهر دول أولمبية، وفي التظاهر الأولمبية، قانون الاتحاد الأولمبية، معناها قانون السيوي، معناها هو اللي يحكم، نحن من حق أي دولة عضو في الاتحاد الدولي أنها تشارك، وأنا بش نقولها لأول مرة، بالطبع أنا كرئيس جامعة من نجم شي نجي نتكلم وقول ليس من حق دولة من الدول أنها تشارك، وإلا يتم تسليط عقاب على، على تونس. بش نعطيك الإسرائيلي، وانا بس ما إحنا قالو كان قصر عليك الهناء، الذاك الظهالي عامين للتالي عنا ملاعبي تونسي بش نمشي في تايكواندو ذاك الظهالي بش نمشي لاعب في ألمانيا، ما حابوش يعطوه في فيزار معنا، مش نفس الكامل مثلاً الهناء تجم تصير ما نعطوش حتى إحنا فيزار؟ هو، هو، ولذلك الأمر هذاك هو كان عند الدولة التونسية، في البلاتفورم اللي عملتها الجامعة التونسية، تلقاه عدد من الدول اللي يمكن تشارك، لأنه هو كان المشاركة في التظاهر هذي كان تدخل على البلاتفورم، تحجز الوتيل، تحجز النقل، تحجز حتى تحب تمشي، تحوس، تحوس، وتقوم بالإجراءات إذا كان عندك معناها إجراءات تقوم بها، بالطبع الدولة هذي ما كانش موجودة في البلاتفورم اللي نحن عملناها، لأنه أنت لما تجيبش تدخل باب، ما تلقاش باب يدخل الدولة هذيه، وبقية المعاملات من دور الدولة أنها تمشي فيه، ولذلك ما كانش فيه حقيقةً، حاجة اسمها وفد جاي من الكيان هذيه بش يشارك في تونس، في التظاهر هذيك حقيقةً، بالطبع في اللحظة هذيك أنا، سمحني، في المكانيزمي نوكل عصار ونسكت، لأنه ما نجمش نتكلم، وما نجمش معناها أكلف الدولة التونسية ولا نقوم بمقامها، أنا قمت بشغلي ولكنه، حاثب ما فهمت معناها، في البلاتفورم أنت ما حطيتش معناها الدولة هذي هكا، ماشي مش موجودة هاي، وبالتالي ما نجمش يساجل، بليت برشة، أعطي العبيت برشة، لقد؟ اللي اللي وقاعه هو أنهم بالطبع عملية التسجيل تم على مرحلتين، أولاً تسجل في البلاتفورم تع الاتحاد الدولي، وبعديك الاتحاد الدولي بعد ما تسجل عنده يحيلق للبلاتفورم تعنا نحنا، ففهمش كون تخل على البلاتفورم تع الاتحاد الدولي، وغذاء المعطيات متع الدول المشاركة، والأسماء وقالها و... فهمت، إذا كانت تخل على البلاتفورم تعطونس ما يلقاش معناها، لا لا، ماشي، مم، ما سبب الوقتها، عناش سكت؟ طبعا معنا، من تصور خوفا من عقوبية الاتحاد الدولي؟ هجا مش تكلم لأنك انتي مئز متلتزم بقوانين المتضاءة، معنا الاتحاد اللي انتي فيه، مم، دونك خيارت... مش مشكل، نحنا نجحنا الحمد لله، باخر كله يتعد، ما... الاتحاد الدولي ما فيقش بالحكاية هذه مثلا؟ نلا، الاتحاد الدولي في باله، طبع في بالهم، الناس كل في بالها تعرف اللي فهم مشكلة يعني، تعرف الفهم مشكلة لكن كل مشاكل يعني في نهاية يمكن حلها بترق ونحن قوموا بأعمال ونتحملوا مسؤوليتنا في الأخر نحن كتونس من حقنا أن نستضيف تظاهرات دولية نحنش بش نبطلوا ما نستضيفوش تظاهرات دولية لأنه فهمها كيان معين معناها ما يزموش يكون موجود يعني ما خفتش من عقوبية وقتها وفلان كان نجموا بلعبيتنا وليزين بتاعي نحن نحن ما خلفناش القانون لا خلفنا قانون الاتحاد الدولي ولا خلفنا القانون التونسي ولا خلفنا ضمائرنا القانون الدولي ما يحمي ما معناها نحن ما قمناش بعمل يستحق العقاب من القانون الدولي وما خلفناش ضمائرنا البقية بعض الصادقين اللي يحبوا يدافوا على القضية فلسطينية ومن حقهم ما كناش نحن نجموا نحكيوا كل شي يعني معادي بعض الصادقين هذي بتهاكموا بكل ما في المعنى الكلمة ثم الناس صادقين يعني هذه القضية فلسطينية هذي مش حاجة بسيطة أنا هذي حقيقة وثم الناس يحبوا يركبوا على الأحداث ما ما يهمونيش معناه ما يعنيونيش لكن يهمني الناس صادقين اللي حقيقة يعنيهم موضوع فلسطين ومتي تشوف إلى الجوار الجزائري مثلا تعجدون اللي انسحب اللي هو انسحب واللي تعاقب كل شي هذا ملف الحقيقة ملف سياسي بحق شنو موقفك انتي مثلا من مثلا ملاعبيتنا سوى تايكواندو وإلا حتى تينيس دي ما يتطرح على الأشكال شنو موقفك معناه هل انو الملاعبي يمشي يلعب ويربح وإلا ينسحب وخاتل قضية اعتراف لهنا القضية الفلسطينية بالنسبة لنا نحن التوانسة والعرب ما هيشي قضية متاع بريستيج ولذلك فما ثمن الناس قاعدة تدفع فيه برواحة فما ثمن الناس تدفعوا بطريقة أخرى ولكنه يزننا نكون متفقين أن الدولة لما تدخل في تعهدات عند التزامات ولذلك الأمر هذا يدخل في قانون الدولة في إطار الحرية الفردية إذا كان ثم دولة وإذا كان وضعنا نحن يتحسن الدول العربية معناها ويصبح عنا من القدرة ومن الشجاعة أن نتخذوا مواقف وقتها جيد وقتها جيد وقتها أما الآن للأسف لا ولذلك نحن نشجعوا معناها الأبطال متاعنا أنهم ما يخلفوش ضمائرهم اللي يقوله ذاميره يعمل اللي يقوله ذاميره في نصرة القضية هذه اللي سال عليها الدم حتى نحن نتوانسة من 48 والناس تخرج مطلوب أنه الرعي وهذايا معناها ترجع معناها على انسحاب معناها هل أنه الانسحاب هو الحل خلينا معناها مش لازم الآن مش لازم نعمل عركة مع المساحب ما تحبش تقولها تحسك الحوم حولها يعني ما تحبش تقولها أنا مثلا لما اعترضني الأمر هذايا عربت التسرع أنا مقدر اجتهدت بحيث ما خلفش ضميري وما خلفش القنو صعيبة لحكاية وما هيش متاع واحد يخرج كم يقولوها يتشدق بها معناها لا بان في عهدك أيضا كانت أول ميدالية الأولمبية كانت الأسامة الوسلاتي وقتها حابينا نعرف السؤال بتاعي هنا أسامة بعد ضاع شوية مش نوصر معها فما نقص تأثير فما تقصيل منه هو شنوصر بضبط فما نقص تأثير أسامة بطل وأنا معناها كل ما نذكر أسامة وهو عنا بطل آخر خليل خليل جاندو خليل وفما أبطع الأخرين معناها نحن تونس يعني أنا لما رجعت لتونس يعني رجعت في بداية الأربعين من عمري خرجت عمري يمكن 22 سنة وعشت 22 سنة لبرة اللي بطبع اللي عيش للبرة مع عقله وعقليته تتبدل يولي عنده صورة أخرى أنا اتفاجأت حقيقة بلاش مجاملة بقدرة الشباب متاعنا في السبور على التمييز بسرعة لكنه إلى حد الآن نحن ما وفرنا لهمش فرصة أو سيستام كيفاشي لما يوصل لنبوه هذاء كانت لهو بيه وزيد كثرة العرق داخل المكاتب الجامعية هذاء يضيع ويضيعوا لجوار واحد كما أسامة في بعد مولى بطل أولمبي معناها يلزم مثلا الميزانية متاعه تولي على الأقل عشرة مرات يعني يلزموا مرافقة نفسية ومرافقة اجتماعية ومعنى وهذا يوم ما توفرش هذا ما توفرش يعني كميزانية هو الهنية كان عندي سؤال كان من بعد خريقا لكنك مجبتل الموضوع الهنية متاع سيست الدولة ظهر لي سيست الدولة وانت ظهر لي أقرب مني للمشهد سيست الدولة بعيدة برشة عصبور انت كتشوف قطر الاستثمارات وانت تعرف مليح قطر مع الشي كبير الاستثمارات والذهين على الرياضة عش نحن في تونس بعاد رغم اللي الرياضيين هما تحبوا التكرة قاعدين دخلوا بفرحة للتونس نحن